بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السادس عشر بعد المئة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يواصل الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله الرد على من يقول إن الأرواح قديمة ويبين معنى قوله تعالق للروح من أمر ربي فيقول وأما قوله تعالق للروح من أمر ربي فقد قيل إن الروح هنا ليس هو روح الآدم وإنما هو ملك أو ما ذكر في قوله يوم يقوم الروح وقوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وقيل بل هو روح الآدم والقولان مشهوران سواء كانت الآية تعمهما أو تتناول أحدهما فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة لوجهين أولا أن الأمر في القرآن يراد به المصدر تارة يراد به المصدر تارة ويراد به المفعول تارة وهو المأمور به كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا ولو قيل إن الروح بعض أمر الله أو جزء من أمر الله ونحو ذلك مما هو صريح في أنها بعض أمر الله لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به لا المصدر لأن الروح قائمة بنفسها تذهب وتجيء وتنعم وتعذب وهذا لا يتصور أن يكون مسمى مصدر لا يتصور أن يكون مسمى مصدر أمر يأمر أمرا وهذا قول سلف الأمة وإمتها وجمهورها ومن قال من المتكلمين إن الروح عرض قائم بالجسم فليس عنده مصدر أمر يأمر أمرا والقرآن إذا سمي أمر الله فالقرآن كلام الله والكلام اسم مصدر كلم يكلم تكليما وكلاما فإذا سمي أمرا بمعنى المصدر كان ذلك مطابقا لا سيما والكلام نوعا أمر وخبر أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمرا إلا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما سمي المسيح كلمة لأنه مفعول بالكلمة وكما يسمى المطر قدرة والجنة رحمة في مثل قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت ثم ذكر الشيخ رحمه الله عن ابن قتيبة أنواع الروح المذكورة في القرآن فقال هي روح الأجسام التي يقبضها الله عند الممات والروح جبريل قال تعالى نزل به الروح الأمين وقال وأيدناه بروح القدس أي جبريل والروح فيما ذكره المفسرون ملك عظيم من ملائكة الله تعالى يقوم وحده فيكون صفا وتقوم الملائكة صفا قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال ابن قتيبة ونسب الروح إلى الله لأنها بأمره أو لأنها بكلمته يعني عيسى قال الشيخ رحمه الله والوجه الثاني أن لفظة من في اللواة تكون لبيان الجنس كقولهم باب من حديد وقد تكون لابتداء الغاية كقولهم خرجت من مكة فقوله تعالى قل الروح من أمر ربي ليس نصا في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه بل قد تكون لابتداء الغاية إذ كونت بالأمر وصدرت عنه وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله وروح منه حيث قال وروح منه يقول من أمره يقول من أمره كان الروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ونظير هذا أيضا قوله وما بكم من نعمة فمن الله فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت لم يجب أن يكون معنى قوله في المسيح وروح منه أنها بعض ذات الله ومعلوم أن قوله وروح منه أبلغ من قوله الروح من أمر ربي فإذا كان قوله وروح منه لا يمنع أن يكون مخلوقا ولا يجب أن يكون ذلك بعضا له بل ولا بعضا من أمره ثم قال الشيخ وقد يجيء اسم الروح في القرآن بمعنى آخر كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقوله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ونحو ذلك فالقرآن الذي أنزله الله كلامه ثم أجاب الشيخ رحمه الله عن قول السائل عن الروح هل المفوض إلى الله أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما فقال ليس هذا من خصائص الكلام في الروح بل لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لا يعلم قال تعالى ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلى أن قال وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة لا في ذاتها ولا في صفاتها وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء ولكن قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض سكك المدينة وقال بعضهم سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون قال فسألوه وهم اتكئ على العسيب فأنجل الله هذه الآية فبين بذلك أن ملك الرب عظيم وجنوده وصفة ذلك وقدرته أعظم من أن يحيط به الآدميون وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا فلا يظن من يدعي العلم أنه يمكنه أن يعلم كل ما سئل عنه ولا كل ما في الوجود فما يعلم جنود ربك إلاه انتهى كلام الشيخ رحمه الله وملخصه في موضوع الروح أنها مخلوقة وأنها ليست من ذات الله وأن معنى قوله تعالى في عيسى عليه السلام وروح منه أي من خلقه وأمره كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فمن هنا ليست تبعيضية وإنما هي الابتداء الغاية في قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله أي بخلقه وبتقديره وأمره وغير ذلك وتبين أيضا من كلام الشيخ رحمه الله أنه لا يتعين أن يكون المقصود بالروح في قوله قل الروح من أمي ربي أن المراد بها روح الآدمي لأن الروح في القرآن العظيم وردت بمعاني كثيرة وأنه لا يمنع الكلام في الروح الآدمية في حدود ما دل عليه الكتاب والسنة من صفاتها وتصرفاتها وإنما الممنوع القول بلا علم في الروح وغيرها والله أعلم وبهذا تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة